انت دلوقتي لازم تراوحي قبل ما تدوني تلاقي مش مراوحي يا ادم انت ليه مش عايز تصدق ان انا هموت نفسي لو بجيت من انا انا وحياتي عندك كفاية انا مش حملة من اهضة انا تعباني انا خلاص هي برايح نفسك وتجوزني تاني يا هنة ادم انا عندي واحد وعشرين سنة يعني مسؤولة عن نفسي وممكن تجوز موسي يا حبيبتي ماينفعش اللي انت بتقوليه لان انت بكرة والبكرة بتحتاج معها والي حتى حبيبتي لو انفع مش دلوقتي وبعلني يا حبيبتي لو جبنا مأزون هياخد بياناتي عشان الاجراءات وساعت هيعرفوا انا مين ويبلغوا عني واتمسك يرضيك يا هنة تمسك مش خايف علي بقى تشرع عليك يا قاد طب يا حبيب يبقى دلوقتي تقومت روحي هو انت بتاخدني على قد هقلي يا ادم هو انا عايزة صغيرة اما لو اقولك يا هنة ما انت مش عايزة تفهمي انا لو عملت كده هبقى تنظر نفسي انسان وقاطي واناني ماينفعش بوزلك مستقبالك معايا يبقى انت ابقى بتحبنيش وبتتلكك باي حاجة يا ادم ما تستفزنيش يا هنة انت اكتر واحد عارف انا بحبك قد ايه ما تستعبطيش خلاص انا موافقة ومستعدة تجوزك واروح معاك فستين داية برضو ماينفعش يا هنة مش انا يا هنة مش انا اللي هدعلك مستقبالك انا معرفش ايه هيحصل فيه وفيها ايه يا ادم فيها ايه يا ادم انت يا نانسي اللي بتقولي كده انت بتكلمي جد يعني مش فاهم قصد ايه لا فاهم انت اللي مش فاهم مش فاهم من الانسان بيعيش مرة واحدة بس حلوة وحشة صعبة سهلة هي مرة واحدة بس بني ادم اللي يلاقي الحب بجد ومايمسكش فيه بيديه وسنهنه يبقى غبي انت مشكلتك دي ممكن تتحل ربك قادر يحلها لو تحلت بقى وساعتها ملقيتش هنا جنبك هتبقى مرتاح؟ ولما انا ظلمها للوقت هتبقى مرتاح؟ ومين قالك انك هتظلمها معاك يا ابن اختي؟ ده بقولك تفاقله تاجده مش انت اللي علمتني التفاقل ادم فاكر ويلو لما لا يريد ان يحيا مرفوع الرأس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس مش انت اللي علمتني دي؟ مش انت اللي كتبت بايدك لا؟ ادم اتوكل على الله يا ابن اختي وخلاها على البركة كده واكتب عليها عرفي عرفي؟ طالما فيه شهود وشهر يبقى حلال بالظبط وانت ظروفك دولاتي ما ينفعش انك تكتب فيها شرعين يعني انتو شايفين كده؟ انا بقى مش شايف كده وكلام انتهى والله انا عزي ببوت نفسي بكاد هبوت نفسي بكاد هبوت نفسي بكاد دي هادم هبوت نفسي اموت نفسي اه اخبرى اخبرى اننا بخبرى انا بخبرى انا بخبرى انا بaksi انا بخبرى اشتركوا في القناة